اشتركوا في القناة 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 رح يكون الافتتاح نهار الجمعان الافتتاح الرسمي على الثمانية ونصف برعاية دولة الرئيس اليسبو صعب ورح يمتد على ثلاث يام خلال هالثلاث يام عنا اشتركوا في القناة المشتركين به هيدا المهرجين لا يضوقوا انبيدون ويعملوا بروموشن للانبيد طبعاً وخلال هالتزوق الانبيد وخلال هالوقت من السبعة لتناعش عشية رح يكون عنا بروغرام فني كتير غني عنا المغني وديد راشد رح يكون معنا على ثلاث ايام رح يغنينا بثلاث لغات او اربع لغات فرانش انجليش اسبانيش وايطاليا رح يغني لأهم المغنيين الاجانب وكمان عنا نهار الجمعة الفنان فرقة وطر نهار السبت عنا الفنان سامر مارون وفرقته ونهار الاحد الفنان رودي اصوف وفرقته ابونا شو اهميت هالمهرجين اهميته انه خلقنا بجبل لبنان هوية كان كل العالم تعرف انه الانبيض مصدر والبقاع باعتبار في هالسهل في هالكروب في منافسة يعني بفهم نو مش منافسة لا في تكامل تكامل مش منافسة بس ما حانش كان بيخطر عابل انه بجبل لبنان في بحدود الخمس عشر خماري ان احنا الى تحت لواء التجمع في هال 11 بس جبل لبنان يعني في كتير خمارات حبينا نجمع بعضنا وناخد علم وخبر نعمل هوية اللي نحنا ونعرف علم على انتاج هالمبيض راح نشوف الترايلور سوا بنرجع بنحكي تفاصيل معكم برعاية دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بيتشرف تجمع خمارات جبل لبنان بدعوتكن لحضور مهرجان انبيض لعام 2023 بباحة كنسة السيدة غابة بولونيا بـ 18-19-20 ام ابتداء من الساعة 7 المصر بيتخلى للمهرجان امسيات فنية متنوعة سنتيا شفنا البرومو طبعا كيف بيقدروا الناس يحجزوا وكيف يتواجهوا على بولونيا بنرجع نذكرهم شوي بالمنطقة للاشخاص اللي ما بيعرفوين البولونيا منطقة كتير قريبة يعني في وسط لبنان في وسط جبل لبنان كتير قريبة من كل المناطق من البقع من الجنوب من بيروت من الشمال بيوصلوا فين يوصلوا بكفية دهور شوير بولونيا او بتغرينا بولونيا وتأس بعقد وتأس بعقد والقعدة تحت وزاكات صغيرة هيك تحت السنوبر ونحنا صار يعني صار عنا تقليد انه سنوي انه هيدا المهرجين ضغري منعملوا بعد عيد السيدة لكمان المصطافين بالمنطقة يستفيدوا من هيدا المهرجين وكمان بيناس بيسيق بوقت المهرجين مع وقت اقطاف العنب ووقت الفندانج عنا يعني مثل كأنه نحنا عم نحتفل انه نضوق الانبيض وكمان عم نحتفل بالدبوت حالو بقدروا الناس يتوجهوا يشوفوا الفندانج او اقطاف العناب اذا حبوا؟ حسب كل كاف اذا قدرة تستقبل عالم او لا بالنسبة للدخول على المهرجين احنا عاملين دخول كتير رمزة لنقدر نشيل مصاريفنا بتعرفي هلأ ما فيه ولا دعم ولا اي جهة يلي هو كناية عن 300 ألف على الشخص شي كتير رمزة بس لا نقدر نشيل مصاريفنا ابونا قدامهم انه الناس يطلعوا يتعرفوا ذكرت هالموضوع وذكرت قدية المبيض اللبناني كمان عمهم يمكن اليوم هالمهرجين هو مش بس حتى نعرف الناس ولكن ايضا الاشخاص المحترفين يلي بحبوا يتعرفوا على انواع من المبيض ان كان عندهم مؤسسات سياحية مطاعم أوتلات او بحبوا يصدروا لبرا قدامهم كمان هيدا التعارف هناك صحيح لكن يمكن احنا بمجتمعنا اللبناني انا صرنا عشرين 25 سنة صرنا عم نضوي على موضوع الانبيض والفضل يعود بصراحة للمدير العام وزارة الزراعة استاذ الويس الحوت اخذ هذا الموضوع حيز وصلوا الى العالمية مش بس بلبنان وهكي يصار فيه انه عدة مهرجينات بلبنان ان كان ببيروت بالعاصمي او بالبترون او بزحلي او بجبل لبنان اه اه انا كتير ضوان عليها وخصوصا انه هذا موضوع رادي في اساس الاتصاد الوطني اه 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 ادي في تعاون معناتها مع كل اصحاب الشرك يعني الانبيض واسامة الانبيض الكبيرة اه اه التعاون السبري بكل معرض عم نكون كلها متوجدين يعني اوكي وننطر هالمعارض لاشوف بعضنا وندوق الانبيض لان بعضنا ونستفيد من الخبرات بعضنا ويعني الامباكت حلو عم بتكون هاي ده سادي السنة اليوم ايه اكيد يعني معناتها انتو عم بتشوفوا مع السنين كيف عم تتطور الامور وقدين النتائج عم بتكون حلوة صحيح شو اللي تطور هيك من اول سنة اذا بنا نرجع لليوم ثبت العالم انه العالم عم تكون ناطرته لهالمراجين يعني وعم تحطه على الاجوندا من سنة لسنة اوكي صارت حافظته وصاروا يعرفوا اكتر انكم بالانبيض بيكون فيه اشخاص محترفين عم بيعارفو كل اللي موجودين على السنيند محترفين يعني اصحاب الخمرات موجودين هونيكي للسؤالات وللشرح وللتذوق في تذوق اكيد سنتيا اذا بنا نرجع نعرف او نحكي شوية تفاصيل عن المهرجين لكن بيوصلوا الناس على الساعة سبعة على الساعة سبعة منبلش نستقبل العالم ابتداء من الساعة سبعة فيهم يفوتوا يبلشوا يتدوقوا نبيض وبنرجع فيه مثل ستانديت بيكون كل الواينري حتى ستاند لقلة ومتل ما قال الابونا اللي حلو به هيدا الفستيفال انه المتزوق عم بيكون دغري بدايريكت كونتاكت مع المصنعين مع اصحاب الخمرات يعني مش بس عم بيدو عم بيشرحوا له عم بيعرفوا على الانبيض طبعا ومن بعدها؟ من بعدها بيبلش البروغرام الفني وكمان فيهم يستفدوا عنا فود كورت فيهم كمان يلي عبالوا يتعشى عبالوا يأكل شيء أو ياخد تشيز اند واين فيه ياخد انانة ويقعدوا على الطاولات ويحضروا البروغرام الفني بنفس الوقت مع تزوق الانبيض وشرب الانبيض طبعا للاشخاص اللي بيحبوا يتعرفوا اكتر يمكن بيكون الاختصاصين عم بعرفون فيه اختصاصات انولوجي بلبنان أبونا الجامعات بلشت تركز على هالموضوع مثلا بالكاستيك في فاكولتات بالاغرونومية بتاعت انولوجيه فيه بالكافئات انا علمت سبع سنين هونيك انولوجيه كمان يعني قديمهم اليوم صار هذا كمان نوع من اورينتيشن صحيح قدي عنده اهداف حقيقة هالمهرجين مية بالمية انا مثلا السنة الماضية اللي قبله طرحت مبادرة انه اللي بيحب يزرع عنيب عنده نحنا كالتجامعة ندري نساعده فإذا شخص من حدهر البيضار ساعدته انا بيزرع شطول وعم بساعده بكل شيء يعني حلو هيدا بالمعني فاكيد من شن هيك نحن يجب نحكي شو عن خمرات جبل لبنان ما عرفنا مضبوط عليهم وعلى العمل والخدمات اللي بتعطوها يعني لما بنقول تجمع خمرات جبل لبنان شو يعني هالخمرات الموجودة بجبل لبنان هوني يعني بين التالد من الكسروين المتن بحمدون فهيدا منطقة جبل لبنان فيها خمرات اوكي وكانوا إذا نبدك كل وحدة لحلمك مش كل كنا نعرف بعض اوكي فهي كانت المبادرة جمعنا بعضنا طاعة ضدنا وعن نعمل نشاطات سوا وهيدا الشي بقويكن كلكون بخفف المشاكل والصعوبات عند كل خمارة بالتأكيد بالتأكيد اليوم عبيتطور المهرجين سينتيا يعني مع السنين عم بيزيدوا الناس عم بيزيدوا الزوار يعني كيف شفتوا اكيد كل سنة عم نجرب نطوره هلا اكيد مع كل الصعوبات والتحديات الاقتصادية اللي عم تكون بوجنا عم نجرب يشارك معنا اكبر عدد ممكن من الخمارات تلا اكيد فيه خمارات بعد منا جاهزة لتكون معنا بعد عندها نبيد ما صار جاهز ليتدوى فعم نجرب نكون اكبر عدد من خمارات جبل لبنان عم بيدوقوا نبيدوا ويلي عم بكون حلو مثل ما ذكر الابونا انه العالم عم تنطرنا صارت عندها اجاندة انه فيستيفال دي فان جبل لبنان يعني عم ينطرونا من سنة للسنة والاكسبوجر عم تكون كتير حلوة وهيدا هدفنا نحن انه نخلي العالم تجي تدوء لنبيد ونعرفهم على لنبيد وخلي يصير عندهم صقافة لنبيد اللبناني انه مش بس نحنا بنشرب نبيد اجنبي لأ نحنا بهمنا نعمل دعاية لنبيد اللبناني مش بس نبيد تجمع وخمارات جبل لبنان نبيد لبنان ككل ونوصل اسم لبنان لبرا لانه لنبيد اللبناني عم بيتقدم على كتير مصابقات عالمية وعم بياخد جوايز عم بياخدوا جولد ميدال وسيلفر ميدال ودابل جولد ميدال يعني حرام ما نحن نضوي على هيدا الموضوع قد ما فينا ونعرف اللبنانية على الانتاج اللبناني ويفتخروا بالانتاج اللبناني وأكيد يعني أداة كمان بيكون عم بتزيد السيلز بقلب لبنان حتى يعني لا هالواينيريز اللي عم نحكي عنهم وليلي مشاركين عنا تقريبا 11 واينيري مشاركين من كسروان وممكن كل جبل لبنان طب إذا أجا واينيري من برات جبل لبنان شو بنعم عم بيجوا بس نحنا عم نعتزل منهم لكينا إن شاء الله على أمل أن يكون فيه بعدين بغير مناطق موجودين مثلا بـ 27 شهر في مهرجين بزحلي أوكي بتنسقوا مع بعض صح وزيء شو اسمه المدير عام وزارة الزراعة منظمة وعمل دعوة عام نحن نحن نشارك فيها من الله راض انتوا بتشاركوا بس ما بتخلوني شاركوا عم إن شاء الله المبيد اللبناني بدي أقول أنه يكون عن جد بكل العالم وينافس أهم المبيد بالعالم وأنا بدأ أشكركم كتير لها المبادرة ولوجودكم معنا منذكر سينتيا أنه رح بيبلش نهار نهار الجمعة بـ 18 الشهر 18 السبت 19 والـ 21 أهلا وسهلا ابتداء من الساعة 7 المساء أكيد بيقدروا يتواصل معكم عبر صفحاتكم أكيد شو الصفحات السوشال ميديا؟ أسوسيسون دي كاف دي مون لبنان أو تجمع خمارية جبل لبنان إنستغرام وفيسبوك إنستغرام وفيسبوك أكيد مرأوا كل العنوين على الشاشة وبدأ أشكركم لوجودكم معنا شكرا نريك أهلا وسهلا فيكم الأب شرب الحجار رئيس تجمع خمارية جبل لبنان وسينتيا خرات أمينة صندوق التجمع أهلا فيكم نحن ناخد بدايكم نرشا